بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر حلقة الماضية جرت تقويم للثورة العرابية ككل وفي الحلقة التي قبل ذكرت احتلال القاهرة ومحاكمة العرابيين وفي هذه الحلقة سأتي إلى مسألة مهمة ويها أن إنجلترا خدعت العالم في قضية احتلالها مصر وأنها تريد جلاء عنها وهي في الحقيقة كانت تخطط البقاء فيها يا الأبد وهذا يعني كان العذر الواضح لدخولهم أو الذي قالوه أنهم يريدون إعادة سلطة الخديو وإبعاد مصر عن الفتن والعسيان من العرابي وأنهم يريدون اطمئنان على الأوربيين وأحوالهم في مصر وحقوقهم وديون الأوربيين في مصر كل هذا كلام لا يساوي المداد الذي كتب به والحبرة الذي كتب به لأن كله خداع في خداع وعملت إنجلترا على تثبيت بقائها في مصر وخداع العالم كله على رأسي طبعا تركيا التي للأسف الشديد ما كان تمك نفسها حولا ولا طولا فضلا عن غيرها وتخدع فرنسا وفرنسا تكات لكم نصوص في حلقة سابقة التي هنأت بها فرنسا إنجلترا على الاحتلال فالأمر كله مرتب والكفر كله ملة واحدة هناك خطاب أرسله سيمور الأميرال سيمور الإنجليزي إلى الخديو توفيق جاء فيه أظن أن الوقت ملائم هذا متى الخطاب بتاريخ 26 يوليو 1882 1299 هجري يعني بعد ضرب الإسكندرية في 17 يوما ويقول أظن أن الوقت ملائم لا نؤكد لسموكم من جديد بصفة أميرال الأسطول الإنجليزي أن حكومة بريطانيا العظمى ليس لها غرض مطلقا في فتح مصر أو التعرض لدين المصريين وحرية بحال ما بل إن غاية الوحيدة هي حماية شخصكم وحماية الشعب المصري من الثائرين ومتى كانت بريطانيا تهتم بالشعب المصري أصلا ومتى كانت بريطانيا تعطف على الشعب المصري أصلا وقد أذاقته سوء العذاب في احتلالها له وفي يوم 25 يوليو يعني بعد ضرب إسكندرية بسبوعين خطب السير تشارلز ديليك في مجلس العموم فقال إن غرض حكومة جلالة الملكة بعد تخليص مصر من الطغيان العسكري أن تترك الأهالي أحرارا في إدارة شؤونهم طبعا هذا كذب واضح وسنأتي حلقات قادمة على ما يبين هذا الكذب وبحق نرى أن خير الوسائل لخدمة مصالح إنجلترا ومصر على السواء هي أن تقوم في مصر حكومة حرة لا حكومة مستبدة نحن لا نرغب مطلقا لا نرغب مطلقا في أن نرغم المصريين على العمل بما نسنه لهم من نظم أو قوانين نسنه لهم من نظم أو قوانين بل نفضل أن نترك الخيار الحر لهم وحدهم كل هذه أكاذيب طبعا كل هذا الذي يقال خدع وأكاذيب إننا لا نريد فقط أن تظل النظم الموجودة في تلك البلد محترمة بل أن لا تقوم المصاعب مطلقا في سبيل ترقيتها ترقية مطوية على الحكمة فلا نرغب مطلقا في أن نمد يدنا إلى شؤون البلاد الداخلية وهذا كله كذب فما تركوا شيئا من شؤون البلاد الداخلية اللي تحركوا ودخلوا فيه أو أن حول دون حكم البلاد بوسط أبنائها إلا بحسب ما تقضي به ضروط القصوى وخذها ضروط القصوى كيف يفسرها الإنجليز إن واجب الشرف أي شرف هو إن واجب الشرف لا يحتم على هذه البلاد أي إنجلترا أن تظل مخلصة صادقة لمبادئ النظم الحرة التي نفخر بها كل هذا كلام لا يساوي الحبر الذي كتب به كما قلت لكم في يوم 10 أغسطس سنة 1882 ميلادي 1299 هجري والحرب على أشدها في منطقة القناة صرح جلادستون في مجلس العموم بريطاني فقال إن في استطاعة الذهاب إلى أبعد من ذلك الحد بأن أجيب حضرة العضو المحترم الذي تساءل طبعا كرئيس وزراء جلادستون في بريطانيا هل في نيتنا احتلال مصر احتلالا دائما أجيب بأن من الأمور التي لا تقبل جدل أننا لا ننوي بتاتا الإقدام على عمل مثل ذلك العمل وإلا كان مناقضا لمبادئ حكومة جلالة الملكة وأرائها مناقضا للعهود التي قطعناها لأوروبا ومناقض لأراء أوروبا نفسها وهذا طبعا كذب وكذب واضح سيتضح فيما يأتي من حلقات إن شاء الله وتعالى واللورد دوفرين ذلك الداهية البريطاني الذي صار مندوبا ساميا في مصر قال لقد قلت لكل من سألني هذا 19 ديسمبر لما استقرت الأمور ودخلوا القاهرة وانتهى الأمر قلت لكل من سألني عن موقفي حيال المسألة المصرية اللانية لنا أصلا في الاحتفاظ بالسلطة التي آلت إلينا بهذه الطريقة بل إن غرضنا الأسمى أن تسير علاقاتنا مع المصريين بطريقة تجعلهم يعتبروننا بطبيعة الحال أصدقاء صميمين ونصحاء مخلصين فبناء على ذلك لا نريد أن نفرض عليهم بطريقة عرفية ما يعن لنا من الأراء أو النقيا تحت وصاية مثيرة لعواطفهم وسيأتي أن اللورد دوفرين الذي يتكلم هذا كلام فعل بالمصريين الأفاعيل وحطم مقدرات مصر تماما سيأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله ذكر اللورد جرانفيل تاريخ 29 ديسمبر أيضا قال عليك أن تخطر واللورد جرانفيل قلنا هو وزير خارجية بريطانيا عليك أن تخطر الحكومة المصرية تخطر يعني تذكر الحكومة توصل لعلم الحكومة بأن حكومة جلالة الملك راغبة في سحب جنودها من مصر متى سمحت الظروف بذلك وأن الانسحاب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسمح به سلامة البلاد وأن ترجو حكومة جلالتها أن يكون بقاء القوة الحضرة في مصر قصيرا جدا قصيرا جدا استمر ثنتين وسبعين سنة هذا قصيرا جدا وكتب اللورد ديفرين أيضا إن واد النيل لا يمكن إدارته من لندن فأية محاولة من جهتنا للقيام بعباء من هذا القبيل خليقة بأن تجعلنا موضع كراهية المصريين وارتيابهم وقد ساسوا واد النيل من لندن ومن مصر نفسها واللورد ديفرين كان هذا مندوبا ساميا في مصر أيضا لورد جرانفيل وزير خارجية بريطانيا قال إن حكومة جلالة الملكة ترغب أن يتم الجلاء في بدء سنة 1888 على شرط أن توافق الدول العظمى وقتئذ على أن لا يخشى بهذا الانسحاب على الأمن والسلام في مصر إن الله وإن الله يراجعون سنة 1300 هجري 26 فبراي سنة 1885 ميلادي صرح اللورد ديربي في مجلس اللوردات قال لم يبرح أذهاننا من أول الأمر لم يبرح أذهاننا من أول الأمر أن يكون احتلالنا لمصر موقعا غير بعيد الأجل فنحن لا نريد أن يكون الاحتلال دائما اللورد سالسبوري أنا أتيكم بالأسماء اللوردات حتى يتضح أن الخداع كان عاما والكذب شيما وطبيعة في الغربيين رأيناه في كذبهم في الجزائر وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر اللورد سالسبوري قال في مجلس اللوردات البريطاني لا رغبة لنا في إعلان الحماية على مصر لأن حكومة جلالة الملكة طالما تعهدت بأننا لا تريد قيام بذلك العمل وأعلنوا الحماية على مصر يعني بعد ذلك في ألف وتسعمائة وثمانية الدون 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 المعتمد البريطاني في مصر قال يقال إن في نية بريطانيا العظمى أن تعلن قريبا حمايتها على مصر أو تضمها نهائيا إلى الامبراطورية الإنجليزية فهل يسمح جناب السير غورست أن أسأل عما إذا كانت الإشاعة صيحة أو كاذبة محرر صحفي تحدث معه صحفي فأجاب غورست أن الإشاعة لا أساس لها الإطلاق ويمكنك تكذيبها بصراحة ولقد ارتبطت بريطانيا العظمى مع تركيا والدول الأوروبية بعهود ومواثيق رسمية تقضي باحترام سلطة الدولة صاحبة السيادة في مصر فإنجلترا تحافظ على تلك العود التي كررتها عند إبرام الاتفاق الفرنسي الإنجليزي يقصد اتفاق 1904 هو اتفاق يعني كان ضد المصريين فقد صرحت في تلك الاتفاقية بأنه لا تنوي بتاتا تغيير مركز مصر السياسي ولا يرغب الشعب الإنجليزي ولا حكومته في نقض تلك العهود بعد سلطة نوات أعلن الحماية على مصر أعلنت إنجلترا الحماية على مصر كذب كذب كبير وكبير جدا وقضية تدريب المصريين على إدارة شؤونهم بالضبط كما تقول أمريكا اليوم أن يدرب العراقيين على إدارة شؤونهم أن يدرب الأفغان على إدارة شؤونهم وهم اليوم يناقشون في مزيد إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان كذب كذب يخذبون على الشعوب كذبا عجيبا ليس عندهم شرف الكلمة ليس عندهم شرف الكلمة بتاتا إطلاقا اللورد جرانفيل أيضا صرح عاقب الاحتلال في يناير 1880 قال إنه إن كانت القوات البريطانية باقية في مصر إلى الآن لسيانة النظام العام فإن حكومة جلالة الملكة تنوي سحبها عندما تسمحات البلاد بذلك وتستطيع تثبيت سلطة الخديو وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء سموه أي الخديو يقضي عليه ببذل نصائح ونصائح لعلمكم كانت مفروضة على الخديو لا يستطيع مخالفته على رئيس وزرائه لتتأكد من أن النظام سيكون مرضيا إننا وضعنا مصر تحت حمايتنا لم تكن هذه الحماية شرعية ولكنها حماية لا بد منها ولا نريد أن نطلب من الغير أن يعترف بها هي حماية مقنعة غير محدودة السلطة ولا مؤقتة بأجل ما لتحقيق أغراض صعبة وبعيدة المدى بدأ يتكلم بصراحة قليلا ومن هذه العهود ومن هذا الكلام كثير وكثير جدا وتعهدت إنجلترا غير مرة أمام أوروبا وتركيا والشعب المصري بأن تسحب أكثر مرة تعهدت بأن تسحب جنودها وجيوشها من مصر في أقرب وقت ممكن وخدعت وماطلت طويلا ولم تسحب واستمرت إلى أن طردت طردا من البلاد بعد ذلك كما هو معلوم في الجلاء سنة 1374 هجرية 1954 ميلادية طيب موقف الدولة العثمانية من هذه القضية موقف الدولة العثمانية في الحقيقة مهم ومهم جدا أن يظهر فيه الخداع الإنجليزي فقط ولموقف ضعيف كالعادة لكن مهم حتى نظهر الخداع الإنجليزي وسأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله يا الإخوة والأخوات السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل تركيا وموقفها من الإنجليز ومصر وماذا جرى كعادة البريطانيين في المخادعة أرسلوا رسولا إلى تركيا اسمه هندري درود من دولف هندري درود من دولف هكذا اسمه هذا ليفاوض الأتراك في قضية الانسحاب من مصر هذه المفاوضات كانت طويلة نسبيا استمرت من أغسطس 85 إلى يوليو 87 يعني من 1302 إلى 1304 هجري ولم تسفر عن شيء وهم يعلمون أن التركيا أضعف من أن تفاوض بشروط قوية وتفرضها فرضا على بريطانيا لكن يريدون الرأي العام الأوروبي الذي يهمهم أكثر ما يهمهم ورأي الحكومات الأوروبية يريدون أن يظهروا أمامها بمظهر الشريف بمظهر المنجز لوعده بمنظر المخلص لمصر من الطغيان والاستبداد بمنظر المثبت لسلطة الخديو بمنظر الموفي بيعوده وعهوده وبناء مفاوضات وأنهم لا يريدون احتلال مصر وهذا كله سيظهر الكذب الشنيع فيه في الحقيقة وصل إلى إسطنبول حامل لقب مبعوث فوق العادة هنري هذا درومندولف وقابل السلطان عبد الحميد وتحدث في قضية المفاوضات واختير له شخص من تركيا ليتفاوض معه وقع هو وزير خارجية تركيا على اتفاقية أولى مبدئية أن ترسل الدولة العثمانية شخصا إلى مصر وأن يكون هذا الشخص يتفق مع الإنجليز في مصر على خطوات الجلاء وطريقة الجلاء ومدة البقاء إلى الجلاء وحال الدولة المصرية أثناء الاحتلال الإنجليزي وقع الاختيار على الغازي هذا لقب تشريفي كان يقال أن ذاك في دولة العثمانية الغازي أحمد مختار باشا أحمد مختار باشا كان رجلا بطلا صاحب معارك سابقة فاختير من أجل يذهب إلى مصر ويتناقش مع الإنجليز في الحقيقة كان هناك كلام طويل مع أحمد مختار باشا هذا الغازي كعادة الإنجليز في تطويل الكلام والمواطلات والنقاش الطويل الذي لا يكاد ينتهي وصل في ديسمبر من سنة نفسها 1322 هجرية 1885 والتقى بسير اسمه سير وولف وقابل كل منهم الخديو توفيق باشا الخديو مصر آنذاك أبدأ الخديو اهتمام المفاوضات وأن يتولى هو بنفسه حرصا على مصلحة مصر وتباحث في قضايا منها إعادة تنظيم الجيش المصري الجيش المرسول إلى السودان يكون من المصريين ومن المسلمين لأنهم أرسلوا جيشا انجليزيا وثار سودانيون جدا عدم جلاء مصر من السودان كان مطلبا انجليزيا واضحا قويا نصائح على حد تعبير لورد جرانفل نصائح لا بد من تنفيذها أن تخلي مصر السودان زيادة عدد الجيش المصري نفقات تصوروا أن بريطانيا فرضت على مصر وهذه من الدناء بحد عجيب يعني هي احتلت مصر كل نفقات جيشها في مصر مئتا ألف جنيه مصري مئتا ألف تكون على حساب المصريين يعني هي تحتل البلد ونفقة جيشها يكون على حساب أهل البلد دناء ما بعد دناء فرحمد مختار باشا قال لهم على الأقل إنجلتر تحمل نفقة جنودها في مصر مئتا ألف ونحن ما نستطيع أن نتحمل خزين مصرية ما تستطيع ومقابل تحمل إنجلترا لهذه النفقات ترتفع النفقة على الجيش المصري ونستطيع أن نزيد عدد الجيش المصري كان أحمد مختار باشا يقترح زيادته إلى 16 1800 شخص وإنجلترا تريد تخفيضه إلى 6000 وطارة يقول 5000 وطارة يقول 7000 بحسب المفاوض وحسب وقت وزمان المفاوضات ومكانها يعني رفض الإنجليز كالعادة رفضوا كل الطلبات رفضوا أن ينسحبوا من السودان أصروا على إخلاء المصريين السودان وافق الخديو للأسف الشديد خديو توفيق وخرج المصريون من السودان وخسرت مصر نصف إمبراطوريتها لأن السودان مسحة هائلة جدا أكبر بلد إسلامي في العالم بعد قزاقستان يعني هذه معلومة ما دي تعرفونه والإخوة والأخوات قزاقستاني أكبر بلد إسلام في العالم كان إحدى جمهوريات التي استقلت من التحاد سوفياتي الهالك قبل استقلاله كان سودان أكبر بلد إسلامي في العالم في المساحة صار ثاني أكبر بلد إسلامي في العالم و يعني خرج المصريون منه وسلم للإنجليز وسأتي على قضية حلقة قضية سودان ومصر بعد ذلك واجب أن تنسحب مصر إلى وادي حلفة وتترك السودان لمصيره مع الإنجليز ورفضوا معظم الطلبات معظم الطلبات حتى أن جيش مصري يعين عليه سردارا يعني حاكما عاما على جيش المصر إنجليزي فطلب أحمد مختار باشا أن يبدل به مصري أن يكون مصري هو القائد الجيش وليس الإنجليزي فرفضوا ما تركوا شيئا ورفضوه يعني كلام طويل أبدت أبت الموافقة على قضية بقاء السودان مع مصر وأثرت على إخلاء السودان ولا ضرورة لزيادة عدد الجيش المصري لا ضرورة كما قالوا لأن حالة الميزانية المصرية لا تسمح بهذه الزيادة واقترحت إبقاءه في حدوث ستة آلاف فقط الكولونيل فريزر في لندن اقترح إبقاءه لخمسة آلاف حتى مستة آلاف رفضت تتنازل عن مبلغ النفقات 200 ألف جنيه تمسكت ببقاء الضباط الإنجليزي في جيش المصري الضباط الإنجليزيين في جيش المصري تمسكت ببقائهم وهذا نهاية ردها في المذكرة التي رفعتها بالرفض ذكرت أنها ستخلي مصر سنة 1890 بمذكرة للأسف السياسة العامة أيها الأخوة والأخوات ما أدري النظرة البعيدة أين هي أنت تركيا في موقف ضعيف ونفسنا أن تجبر الإنجليزي على أي شيء هنا جاء الروس والفرنسيون وأصروا وطلبوا من عبد الحميد بإصرار عجيب أن يرفض الوثيقة الإنجليزية ليته قبل لأنها مكتوب فيها الجلاء يكون في 1890 حدد وقت الجلاء ولا تستطيع إنجلترا أن تخالف هذا الوقت إلا بخديعة أخرى ربما بعد ذلك وكذا لكن رفض السلطان بناء على الضغط الروسي الفرنسي أن يوقع على الوثيقة فانتهت مفاوضات السنتين من 1302 هجري إلى 1304 تقريبا 1185 1887 وقت طويل جدا انتهت بلا شيء في النهاية و ما وصلوا إلى شيء لم توافق الحكومة التركية العثمانية على هذه البنود ورفضت أن توقع عليها طيب إذا رفضت أن توقع عليها فكان ماذا إذن بقي الأمر على ما هو عليه والأمر الواقع على الأقل خذي من إنجلترا التعاهد بالخروج في 1998 يعني بعد سنتين من الرفض لكن هذا لم يكن للأسف الشديد كل هذا لم يكن أيضا هذه المعاهدة مكتوفها بنود أن تركيا ومصر بعد الجلاء لأي من الدولتين الحق في العودة لاحتلال مصر إذا ظهر بوادر احتلال الأمن طبعا أنجيزي يعرفون يعرفون أن الأتراك ما يستطيعون التحكم ولا يستطيعون رسال جيش وهم عجزوا عن ذلك في الاحتلال الأولي فكيف الآن اسمعوا يقول اللورد ألفريد ميلنر صاحب التقرير الشهيلة ذي أثار المصريين بعد ذلك وسأتي عليه إن النقطة المهمة في هذه الاتفاقية هي الاعتراف بحق بريطانيا في إعادة احتلال مصر حقا إن تركيا احتفظت لنفسها احتفظت لنفسها بمثل هذا الحق لكن اسمعوا هنا لكن بما أن تركيا ليست في أي وقت مستعدة للعمل السريع وفضيحتها فإن اشتراكها في هذا الصدد ليس له قيمة عملية وتكون إنجلترا وحدها هي التي تتولى قم على اضطرابات يعني لو حصلت رأيتم الاستهانة بالدولة العثمانية والصدعافية إلى هذا الحد وأيضا كما قلت لكم أصر روسيا سفيراء فرنسا وروسيا السلطان ابدا حميد أصر عليه ألا يصدق على هذه الاتفاقية لا يضع عليها توقيع وتصديقه وا اعترض مختار باشا أيضا أحمد مختار باشا الغازي اعترض عن أن يوقع السلطان فما وجد السلطان أمام تلك الضغوط كلها إلا أن يوافق على عدم توقيع الاتفاقية وانتهت مفاوضات هنري درومندولف بالإخفاق طبعا وغادر اسطنبول كأنه لم يأتيها كأنه لم يأتيها أما أحمد مختار باشا تعاطف معه المصريون رأوا فيه على الأقر رجلا يناضل عن استقلال وحريتهم يقف وجه الإنجليز يرفض ألعيب الإنجليز فمن كلامه لطيف قال صرح غير مرة أنه يعد نفسه يعد نفسه هو احتجاجا حيا على الاحتلال ورفض أن يغادر مصر حتى بعد أن غادر هنري درومندولف اسطنبول رفض وبقاءه في مصر كان يثير سخط الإنجليز يعني ما الذي يبقيك اخرج انتهى الأمر انفعوضات ما ما انتهت إلى نتيجة فلابد أن تخرج وهو يرفض أن يخرج يريد أن أبقى في مصر إلى أن نجد حلا ولم يجد حلا ودولته ضعيفة ومستضعفة ما استطاع أن يصنع شيئا وقال صرح بأن مهمته لا تنتهي إلا بجلاء الإنجليز وها يعني ما حصل على شيء الأسف الشديد وتركت إنجلترا تفعل تركت إنجلترا تفعل في مصر ما تشاء وهذا واقع مكسب كبير لإنجلترا أما فرنسا وسياستها إزاء هذا كله كانت متذبذبة للغاية في جرائدها وفي تصريحات حكامها وفي تصريحات مسؤوليها دائما تحمل على إنجلترا تحمل عليها حملا شنيعا في قضية احتلالها مصر أما ماذا قدمت لمصر هي لم تقدم لها شيئا إطلاقا كلام قدمت لها الكلام فقط هل ضغطت على إنجلترا هل فعلت هل صنعت لا طبعا هل آزرت تركيا في موقفها لا طبعا كل هذا لم يجري و سمحت لإنجلترا بأن تتولى تماما الحكم في مصر في النهاية أقول إن ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك فإنجلترا مطلت طويلا وخدعت العالم كثيرا وأرادت أن تطيل أمد بقايا في مصر قدر الإمكان فكانت تطيق تصريحات من ها هنا وها هنا ولكن في الواقع ناحية العملية كانت تثبت نفسها أكثر فأكثر في مصر وعلى ذلك دلائل كثيرة وأكثر من تحصى سآتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة فابقوا معنا وتحملوا ما تسمعون أيها الأخوة والأخوات فيه العبر والعظات وفيه تسديد للمسيرة إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته